كيفية التغلب على لعبة الموت في سيركل هتعمل ايه لو لقيت نفسك جوة لعبة فضائيين مميتة غصبة عنك الموضوع صعب جدا تعالوا نقول لكم تقدروا تتغلبوا على اللعبة دي ازاي كل الناس دي فاكرة انهم كانوا بيجروا عشان كان في غزو فضائي بعد كده لقوا نفسهم وقفين في مكان مليان دواير حمراء وكل واحد منهم وقف دايرة من الدواير دي كمان مفيش حد فيهم يعرف التاني وفي سهم في الارض بيشير على كل واحد منهم وفي النص فيه قبا سودة واضح انها المركز بتاع المكان باقي المكان محدش عارف في ايه عشان ضلمة جدا في البداية الكل نايمين بتصحى الست دي اول واحدة فطبيعي انها تحاول تتحرك من مكانها لكن اول ما تطلع من دايرتها تسمع جهاز انذار خفيف كده وسمعت نفس الصوت لما حاولت تلمس الراجل اللي جنبها بعد شوية بتصحى الست تاني وبتبقى زي المجنونة وتطلع من الدائرة فالقبا اللي في النص اتصلت عليها شعاع احمر وتخليها تموت او تفتد الوعي وفي الغالب هي ماتت عشان بدم نازل من عينيها والسؤال هنا ليه اللي حصل دا ما حصلش مع الست الاولى لما طلعت من الدائرة يمكن النظام الفضائي دا بيدي فرصة واحدة بس لاي فعل في المكان محدش عارف المهم فجأة بيسمعوا صوت عالي وبيصحوا كلهم والضحية التانية تكون الراجل دا اللي حاول يجري برضو وقتها الكل فهم انهم لازم يكونوا داخل الدائرة مع انهم مش فاهمين اي حاجة خمسين شخص واقف داخل دائرة خمرة ومش قادر يطلع منها ومش عارف ليه والغريب انهم من اجناس واعمار وقدرات مختلفة هتلاقي الاطفال والعواجيز والست الحامل والابيض والاصمر ومحدش عارف تم اختيارهم على اي اساس وفجأة وهم لسه بيحاولوا يستوعبوا الوضع مات واحد منهم بالشعاع برضو ولحظوا ان في اسهم بتشير لناس تاني هم مش شايفينهم ولا عارفينهم بيعملوا ايه بس هم اعتقدوا ان الناس التانية دي بتصوت للآلة اللي في النص دي على الشخص اللي يستاهل يموت وفي الغالب بيكون الشخص اللي اتكلم كتير وما عداش ديئتين ومات الراجل ده وقتها فهموا انهم لازم يبقوا هاديين عشان ما يموتوش بالزبط زي التعامل مع زباط الشرطة اسقط عشان ما توديش نفسك بداهية واكيد مش دا المكان المناسب للخناء والكلام عن السياسة وغيرها من المشاكل اللي بنعيشها وقالوا المفروض كمان ما نجذبش قد ما نقدر الافضل ان احنا نسقط احسن ما نجذب لكن لو اضغطنا نجذب بدل من الاعتراف بحاجة ممكن تودينا في داهية لو حد فينا عمل جريمة في الماضي والشرطة اللي معانا بيحاول يدينه ينكرها عشان ما فيش اي دليل مستحيل حد يقدر يثبت اي حاجة هنا اللي حصل بعد كده ان الراجل ده قال ان الست اللي وقف جنبه تبقى مراته وان مستحيل حد هيقبل يقتل راجل قدام مراته او العكس لكن اتضح انه كان بيجذب عشان يعيش وبصراحة هو طلع غبي ابسط سؤال ممكن يسأله اتجوزته في سنة كام وعايزي الاجابة بوقت واحد طبيعي هنقول ارقام مختلفة وده كذب فبالتالي فرص موتنا هتبقى اكبر وده اللي حصل مع الراجل ده من الواضح انك لازم تختار كلامك بعناية عشان تفضل عيش وعشان الاغلبية يحموا نفسهم من الموت بدأوا يختاروا هم اللي هيموت وقرروا انهم يبدأوا بالعواجيز بعد كده الناس المريضة او اللي رسمين واشمع لجسمهم كل دول قرصهم في الحياة هتقل لكن الاطفال والحوامل قرصهم هتزين مش معقول هيتلوا طفلة او حامل بس ده مش معناه ان كلامهم هيمشي لان الالة اللي هم فيها دي بتختار على اسس محدش يعرفها لحد دلوقتي كل المعروف انها بتقتل واحد كل دقيقتين وده معناه ان الوقت 100 دقيقة لحد ما يموت كلهم بدأوا يتكلموا او يقولوا يمكن لو فكرنا وعرفنا الهدف اللي جمعنا هنا نقدر نوصل لحل ونطلع بسلام فعلا بدأوا يتعرفوا على بعض عشان يوصلوا لشيء مشترك بينهم خلاهم مجموعين في المكان ده وقال واحد منهم المفروض ان احنا ما نقولش تفاصيل خاصة اوي عن حياتنا يعني لو واحد بيكون مراته ما ينفعش يقول وهكذا والرأي التاني انه المفروض نقول الحاجات الكويسة اللي عملناها في حياتنا حاجة بتدل على انسانيتنا يمكن ده يكون اختبار من نوع معين او تجربة او لعبة لازم يكون في هدف من التجمع ده مش معقول يكون الهدف تجمعهم وقتلهم لكن المشكلة انه مفيش قواعد واضحة ولو فكرت انك لو ضحيت بنفسك تفوز تبقى غلطان طيب احنا قلنا انها ممكن تكون تجربة وفي الحالة دي مفيش حد هينجو منها وممكن تكون لعبة عشان كده محتاجين استراتيجيات جديدة تساعدنا على فهم اللعبة طيب خلينا نجرب واحدة منها وهي ان محدش يصوت في الموجودين واللي حصل كان مزهل الاسهم كلها نوارت لكن ده مغيرش حاجة وتصعق واحد بشكل عشوائي طيب نجرب حاجة تاني وهي ان احنا نصوت على مكان شخص فاضي اصلا يعني تقتل برضو ما نجحش طيب لو كل واحد فينا صوت لنفسه برضو نفس النتيجة طيب لو صوتوا الشخصين مختلفين بس كانت الاسوات متساوية لقيوا انه بيتصلى الضوء كده من فوق عليهم والمفروض انهم يختاروا واحد منهم او واحد منهم يضحي بنفسه قرروا انهم يصوتوا للي علي منهم وبكده هيبقى فيه تعادل لكن في راجل صوت للست الحامل بدل ما يصوت للشخص اللي علي مينه ولما شافوا راجل تاني صوت عليه هو فحصل بينه وبين الست الحامل ربطة عشان تعادلوا ولازم يختاروا واحد منهم وإلا اللي اتنين هيموتوا فاقتروا الراجل اللي صوت للست الحامل ومات وتفكت الربطة لو افترضنا ان الاستراتيجية دي نكحة فده معناه ان كلهم مرتبطين واكتشفنا ان لو ارتبط اتنين ببعض وماتكسرتش الربطة دي كل المتبطين هيموتوا عشان كده كويس انهم ما قرروش التجربة الفشلة دي التاني نفهم من اللي حصل ان اللعبة دي هيطلع منها ناجي واحد لما يبقى اخر اتنين في الدائرة يا اما واحد فيهم هيضحي بنفسه يا اما التاني هيصوت له لكن مش هيقدر الناجي الاخير يصوت لنفسه وبكده هيعيش ويطلع من المكان طبعا الفكرة دي خلت الكل يفكر ان هو الناجي وبيفكر ازاي يتخلص من البقين وما عندوش مشكلة ان يضحي حتى الطفلة صغيرة زي ما بيقولوا ما تلموش على اللاعب لوموا على اللعبة الموضوع صعب جدا والحل الوحيد اللي نجاه هو ان محدش يصوت لموتك في الوقت اللي انت بتصوت فيه الموتهم في ناس هتضحي بنفسها وفي ناس هتتحايل وتخادع عشان تعيش وفي ناس مش عجبها الوضع لكن ما باليد حيلة بدأوا يهموا جزء منهم انهم ما يصوتوش عشان هما هيضحوا بنفسهم واول ما يقرب الوقت يشتتوهم بأي كلام ويتظهروا انهم هيطلعوا من الدائرة ويترجعوا في اخر اللحظة ويكونوا صوتوا للغلابة اللي صدقوهم المفروض ان اولى الناس بعدم التصويت ليهم البنت الصغيرة والست الحامل لكن حتى دول ما ترحموش معظم الناس دي ما عندهمش دافع واحد يخليهم يضحوا بنفسهم عشان حد تاني واللي يساعد على كده انهم ما يعرفوش بعض اصلا وليلين اللي عارفين بعضهم في المجموعة دي عشان تطلع عايش من المكان ده لازم تكون ممثل بارع عشان لما تمثل عليهم انك هتضحي بنفسك عشان انت ما تستحقش انك تعيش يصدقوك وتقولهم انك مرة كنت سكران وعملت حدثة وقتلت شخص فيها وتقولهم انك عشت والمفروض ان الطفل ده يعيش وفرصته هو تكون اكبر وتطلب منها انها تحافظ على الطفل وتسألها عن اسمه المهم انك تشتتها عن التصويت وتكسب ثقتها وتخليها تصدق انك هتضحي بنفسك طبعا معروف ان الستات والاطفال سهل يتخضوا خصوصا في الاوقات دي عشان هم عاطفيين جدا وبيفكروا بقلبهم مش بعقلهم بجد الولد ده العب صح كسب تعاطف الناس وقال لهم لازم نختار بعيد عن الطفلة والست الحامل وده مش هيخليه بطل في عينهم بس ده هيمنعهم من اختياره حتى لو كان فيه هناك معطردين لكن الاغلبية هيتعاطفوا مع الرأي ده واكتشفنا كمان ان لو فيه شخص حاول يفوز بشكل عنني فده هيكون غباء منه ومصيره هيكون الخصارة عشان اللعبة هتشوفه كمفترس ولازم تشيله من الدايرة عشان تسوية الملعب وده سبب قوي خلينا ما ناخدش اي مناصب قيادية ونكتفي بطرح الافكار والاقتراحات في هدوء والحيلة التانية هي انك تدي فرصة للي قدامك بارتكاب الاخطاء عشان يبقى عدواني وشرس وبكده نهايته بتقرب خلينا فاكريم برضو ان اللي مش بيبقى هادي اللعبة بتموته انسب طريقة خلينا نوصل للنهاية هي التزام الهدوء قدر المستطاع والاسرار على الحفاظ على الطفلة والحامل للنهاية قدر المستطاع لحد ما يتبقى حيفنا من الناس وفي الوقت ده احنا ضمنين ان الطفلة والحامل هيختاروا اي حد غيرنا عشان واسطين فينا وخايفين من التانيين اللي هيكونوا انانيين عشان كده هيضحوا بيهم وفعلا نكحت قطة ايريك ومفضلش غير هو والبنت والحامل في النهاية وزي ما قلنا قبل كده انه اقنعهم انه هيضحي بنفسه لكن لازم واحدة منهم تضحي معاه عشان الاخيرة تفوز لكنه خدعهم وعاش هو في الاخر ودي كانت الطريقة الوحيدة عشان يرجع للارض دي كانت وجهة نظري لو كان حد فيكم شايف طريقة تانية للنجام للعبة دي يشاركنا بيها في التعليقات اشتركوا في القناة